كشف الإعلامي جورج قرداحي عن حفيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة اللبنانية قائلا ولا مرة فكرت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية وده مش طموحي وأنا فيه عندي مرشح أشوفه هو الإنسان الملائم لهذا الظرف وأضاف قرداحي في حواره مع الإعلامية أسمى إبراهيم ببرنامج حبري سري المزاع على فضائية القاهرة والناس في أول ديسمبر 2022 أنا أدعم الوزير سليمان فرانجية وهو يتمتع بكل الصفات الجميلة التي يتمتع بها السياسي وعنده في الروسية ونبلو ويقدر يجمع اللبنانيين وهو اللي طرحني يكون وزير ولو قدمت للرئاسة على طبق من الماس لن أقبلها وقال أيضا أنا أول من دافعت عن قضية فلسطين وإسلامي شائعة وقال لبنان في حاجة للمساعدة والعرب تقاطعها وهذا بيؤهرني وهل موقف تجاه سوريا ادفعها مغلط واكتشفوا أن عندي حق بعد 11 سنة وهل أيضا إفلاسي شائعة مغرضة وسخيفة والسوشيال ميديا كارثة وهل أيضا إسلامي شائعة وخرجت ونفتها أكتر من مرة تعالوا نشوف بقى عائلته وأسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنه جورج قرداحي هو إعلامي شهيد طبعا وهو دوز من السيدة إيدا اللي هي في الصورة دي معاه وليه ثلاث أبناء جابرييل اللي هو في الصورة دي ومنتين زي العمر لهم باتريسيا وباميلا وكانت زوجته قالت أنها لا تعاني بسبب وسامة زوجها وشهرته هو شهرت طبعا فيه معنسة يربح المليون وقالت أن هي أصبحت متفاهمة لهذه المسألة وكانت مدحت فيه وقالت أن هو كدي أبطباع ويحترم نفسه ويفرض أحترامه على آخرين ولم يصبت له أن أحرجني أو أزعجني بأي تصرف ربنا يخليهم لبعض هو مسيح الديانة وكانت تلعت شائعات كثيرة تفيد بأنه أعتنق الإسلام السبب ترديده لبعض آيات القرآن ولكنه نافق كلام ده هو تقول أنه هو مسيح وكانت زوجته قالت تزوجته وسيما وأنضينا معا عشرين سنة قبل أن تشاركنا الشهرة حياتنا فما من مشكلة أن نمضي الأعوام الباقية مع شهرته ووصفت حياتها مع زوج وسيم ومشهور زي جورج قرداحي قالت زوجي رجل وسيم وقد غيرت الشهرة حياتنا وعانينا صعوبات مع بداية دخوله هذا العالم لكن لم تتعرض حياتنا الزوجية للخطر وحبنا لم يتغير وهذا هو الأهم أعتدنا على هذا النمط من الحياة مع الوقت وأوضحت أنها لا تعاني بسبب وسامة زوجها وشهرته بل أصبحت متفهمة لهذه المسألة وتفرح عندما تلتقي جمهوره الذي يحبه ويحترمه أيضا جورج قرداحي يعامل هذا الجمهور بلطف وأضافت أحمل همه عندما تلتف المعجبات حوله لالتقاط الصور فكم مرة عليه أن يجلس ويقف ويجلس ويقف وأن يبقي البسمة مرسومة على صغره بدوري لا أتيح المجال أمام معجباته لتخطي الحدود فبعض المعجبات غير متزنات ويتخطينا الحدود في تصرفاتهن وما أفعله ببساطة هو النظر إليهن بعينيني تقدحاني شررا وأقوصهن بعيوني أتصرف بهذه الطريقة مع من تضع هدفا في رأسها ولا تقصد القاء التحية فقط لإعجابها بنجاح زوجي جورج قرداحي مولود 1 مايو 1950 يعني عند دلوقتي حوالي 72 سنة هو إعلامي لبناني ولد في قرية فيطرون في قضاء قصروان في محافظة جبل لبنان وهو حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية وبدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي وصحافيا ثم عاملة في صحيفة لسان الحال قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس ليحقق معها شهرة واسعة استمرت حتى عام 1992 وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة بعدها انتقل جورج قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس والتي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي لينضم في عام 1994 إلى إذاعة MBC FM في لندن والتي كانت تمر حينها بظروف قصية إلا أن قرداحي استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان قبل أن تأتي النقلة النوعية في حياته أواخر عام 2000 من خلال تقديم برنامج من سيربح المليون على قناة MBC One تركوا قناة MBC One اللي ينضم إلى قناة LBC وعمل برنامج افتح قلبك ولم يستمر أكثر من سنة ثم عاد إلى قناة MBC One وظهر مرة أخرى في برنامج من سيربح المليون وقيمة الجائزة مليون ريال سعودي ثم قدم برنامج القوى العاشرة وقيمة الجائزة عشر مليون ريال سعودي حيز على عدة جوائز وألقاب كجائزة الميركس دور أفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007 وحصل أيضا على لقب سفير النواية الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة كما ظهر في عدة إعلانات تليفزيونية منها عطر باسمه عطر جورج قرداحي وشوفان هارفست هو معائلته لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبيين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة